بهجمات كيميائية على دومة وواشنطن تتوعد بالرد. ده الخبر اللي قدام حضراتكم. يعني يعني قال على الاسد انه حيوان وحاجات من دي يعني ما تزعلش قوي الامريكان مش هيزحركوا خالص. الا لو حد فعلوهم. ولذلك ما انا مش مصدق الكلام ده ترامب يهدد بالرد على هجوم باسلحة كيميائية في سوريا. قال دونالد ترامب يوم لاحدا ان رئيس السوري بشار الاسد سيدفع ثمنا باهزا. فضلته سنوات ورا صدام حسين لحد مش هنقتوه. ده بقى لوك سنوات مش عايفين تلموه. وانتو والامريكان هم اللي معاه. يعني الامريكان والروس هم اللي مسندينه. بس صدام حسين محتاجش رحية الامريكان حد. فرحوا جابوا صدام بعد سنوات طويلة واعدموه في في مصرحية هزلية. سيدفع ثمنا باهزة لشان هجوما دمويا كزا. والقى باللوم على ايران والرئيس الروسي بلاديمير بوتين في دعم الاسد الحيواني. عادي يعني. عادي جدا. طيب اه لكن اذا كان بشار الاسد حيواني. لانه اتل اطفال الغوطة بالشكل ده. فما بالك بالحيوان دونالد ترامب. يعني حد غيرك يتكلم على الصفات دي يا ترامب. بجد. لان الجريمة اللي عملتها امريكا في افغانستان مع الاطفال حفظت القرآن. لا تقل بشاء عن الجريمة اللي عملها بشار الاسد. كلكم يا عزيزي كلاب. لا كلاب كويس. اشتركوا في القناة